اشتركوا في القناة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيهم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاق فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كموتين ينقلب إليك البصر خاسها وهو حسير ولقد زينا السماة الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها مجيما للشياتين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفهوا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا خلقوا فيها سبعونها شريقا وهي تفور تكان تميز من الغير كل ما موقي فيها فوج سالم خزنتها لم يكتبوا النذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في غلال كبير وقالوا لكنا نسمع ونعقل ما كنا فيه لأصحاب السعير فاعترفوا بذنب كبير فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم من غير لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولا كنت بتهبوا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض غلولا فانشوا في ملاكبنا وكلوا من رزق وإليه من النشور أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولن يرم إلى الطير فرقم صافاتهم ويقلق ما يمسكون إن الرحمن إنه بكل شيء مصير أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دول الرحمن إن الكافرون إلا في الوزور أما هذا الذي يرسلكم إن أمسك رزقا بل لنجم في العلم منه ونفور أفمن يمشي مكبا على وطنه أهدى أهدى لكم من يمشي سبيا على صراط مستقيم قل هو القليل الشاب ودع لكم السمع أمصارها الأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأت للأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنها العلم علا الله وإنما أنا نذير يومين فلما رأوا ينزل فتنسي الوجوه الذين كبروا وقيل هذا الذي وقيل هذا الذي كنتم به تتعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي أهر عمدان فمن يجير الكافرين من عذاب أمير قل هو الرحمن وآبنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما أهو فورا فمن يهديكم فمن يهديكم بماء معين صدق الله العظيم